لطالما كان حجم التبادل التجاري بين بلدين انعكاساً للعلاقة الدبلوماسية بينهما، غير أن ما يقوله أردوغان عن خلافاته مع إسرائيل وازدياد العلاقات التجارية بينهما ينافي الحقائق المعلنة. فبحسب تقريراً أصدرته صحيفة جيروزالان بوست، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع رغم التوتر الدبلوماسي، إذ ارتفعت صادرات الأطعمة والمشروبات التركية إلى إسرائيل في عام 2020 على الرغم من انتشار كورونا. وفي عام 2019 تصدرت المنتجات الكيموية الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا بما يقارب 50%. وفي عام 2018 تخط حجم التجارة الإسرائيلية التركية 6 مليارات دولار. في المقابل كانت واردات تركيا إلى إسرائيل الأكثر تنوعاً. وعلى الرغم من توتر العلاقة بين تركيا وإسرائيل، عقب اعتراض البحرية الإسرائيلية سفينات في مرمرة عام 2010، فإن الطيران المدني الإسرائيلي كشف أنه في عام 2013 يقوم الطيران التركي بتسير أكثر من 60 رحلة جوية أسبوعياً إلى إسرائيل. كما تقوم تركيا بنقل أكثر من مليون مسافر سنوياً بين البلدين. أرقام إذن إن دلت على شيء فهي تدل بل وتؤكد ازدواجية المعايير بالنسبة للنظام التركي.